هذه أبرز العناوين الرقراغي يتغنى بنجم المنتخب المغربي إنه لاعب عالمي باب يفاجئ الجماهير المغربية بعد الفوز التاريخي على بلجيكا بعد الانتصار على بلجيكا الرقراغي يدخل تاريخ كأس العالم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراغي يتغنى بنجم المنتخب المغربي إنه لاعب عالمي أشهد الناخب الوطني وليد رقراغي بالدور الذي يلعبه سوفيان بوفالة في خططه التكتيكيا مؤكدا أنه لاعب مفتاحي ومشيرا إلى أنه سينتقل لأحد الأندية الكبرى بعد المونديال وقال والد رقراغي في الندوة الصحفي التي تلت المواجهة قبل خمسة أسابيع ذهبت لفلورانسا من أجل مشاهدة الأنتر وفيرونتينا الأخير تغير كثيرا مع سوفيان أمرابط إنه لاعب من المستوى العالمي وتابع كان هناك بعض الأمور التي يجب علينا إصلاحها في لعبها سوفيان أمرابط أعتبره لاعب المفتاح في كأس العالم خصوصا بعد فهمه دوره في خطتي وتابع أمرابط سيكون في نادي أوروبي كبير بسبب عروضها يشار إلى أن المنتخب المغربي انتصر على نظره البلجيكي بهدفين دون مقابل مبابي يفاجئ الجماهير المغربية بعد الفوز التاريخي على بلجيكا هنأ النجم الفرنسي كيليان مبابي زميله في فريق باريسان جرمان أشرف حكيمية على أدائها الرائعة اليوم في مباراة المغرب ضد المنتخب البلجيكي ونشر مبابي صورة حكيمية رفقة والدتها وأرفقها بتاج الملوك في إشارة منه إلا أن حكيمية كان ملكا في مباراة اليوم بعد الانتصار على بلجيكا الرقراغي يدخل تاريخ كأس العالم بعد الانتصار الذي حققه المنتخب الوطني المغربي على نظره البلجيكي بنتجة هدفين مقابل السفر دخل وليد رقراغي تاريخ كأس العالم كأول مدارب مغربي ينتصر في مقابلة بالمونديال ويدين أصد الأطلس بهذا الانتصار لكل من عبد الحميد صابيري الذي سجل الهدف الأول للأصد في شباك المنتخب البلجيكي عند الدقيقة الثانية والسبعين وزكري أبو خلال في الدقيقة الثانية والتسعين ويحتاج المنتخب المغربي لنقطة واحدة في الجولة الأخيرة ضد كندا من أجل العبور للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها حكيمي لعبنا بالروح والقلب من أجل إسعاد الملك محمد السادس والجماهير المغربية أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن سعادتها اترفوز المنتخب الوطني على حساب نظره البلجيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب التومام ضمن كأس العالم قطر 2022 وقال حكيمي في تصريحات عقب نهاية المباراة سعداء جدا لعبنا بالروح والقتال والقلب من أجل إسعاد الجماهير المغربية والملك محمد السادس وقمنا بمباراة جيدة لأننا أعطينا كل ما لدينا وأضف قمنا باستعدادات مكتفة والمدرب أعطان تعليماته للضفر بثلاث نقاط لذلك ظلت المجموعة مركزة طيلة المباراة وبعدها سجلنا هدفين وتابع نجم باريسان جرمان حاليا يجب أن نفرح وسنتابع المباراة بين كرواتيا وكندا لمعرفة النتيجة بعدها يجب أن نفوز في المواجهة المقبلة للتأهل للدور المقبل في الصدارة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات أصود الأطلس فرحة عربية وفخر من المحيط للخليج ألف مبروك تفعل الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي مع فوز المنتخب الوطني المغربي على نظره البلجيكي لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات كأس العالم قطر 2022 ونشر الشيخ محمد بن راشد عقب نهاية المباراة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر منصورا قال من خلاله أصود الأطلس فرحة عربية فخر عربي من المحيط للخليج ألف مبروك للمغرب وحقق المنتخب الوطني المغربي فوزا تاريخيا على المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد من تسجيل عبد الحميد صابير في الدقيقة الثالثة والسبعين والزكري أبو خلال في الدقيقة الثانية بعد التسعين وسيواجه المنتخب المغربي في آخر جولة من دور المجموعات المنتخب الكنودي وذلك يوم الخميس المقبل على الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المغربية على ملعب التمامة احتكاكات بين الجالية المغربية والبلجيكيون في العاصمة بروكسل بعد فوز المنتخب على الشياطين الحمر في كأس العالم اندلعت أعمال عنف في بروكسل الأحد حيث هاجم عشرات الأشخاص أملاكا عاما وعناصر أمنة اترى فوز المنتخب المغرب على نظره البلجيكي في نهائية كأس العالم لكورة القدم في قطر بحسب ما أفدت الشرطة وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة سعى عشرات الأشخاص بعدهم ملتمون إلى مواجهة الشرطة في وسط المدينة الأمر الذي أخلى بالأمن العام وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات فيما تسلح البعض بعصية وأضرم أخر حريقا في الطريق العام وخربوا إشارة المرور وأوضحت الشرطة أن الصحفيا أصيب في واجه بمفرقعات وتدخلت عناصرها باستعمال خراطم المياه والغاز المسيل للدموع وتعامل نحو مئة من عناصر الأمن مع الحوادث وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل وطلبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة وأغلقت محطات الميترو والشوارع للحد من الأزدحام وقال رئيس بلدية بروكسيل فيليب كلوز عبر تويتر أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم لقد تدخلت الشرطة بحزم لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة الشرطة تبدو الكلم في وسعها للحفاظ على النظام العام وأضف أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالة إدارية بحق متير الشغب انتصار أسود الأطلس يشعل الأجواء في هولندا نقلت صحيفة تليغراف الهولندي ألن على سر الأمنية في روتردام تدخلت لتفريق المحتفلين بانتصار المغرب على بلجيكا وذكرت أن حوالي 500 من المشجعين العرب ألقوا قننات زجاجي وألعاب ناري على الشرطة كما تم أيضا حسب ذات المصدر تحتم سيارات وإشعال النير فيها وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص وهم يصرخون ويطلقون صوت السيارات والدراجات في شوارع العديد من المدن الهولندية احتفاء بفوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي بهدفين للسفر في الجولة الثانية من نهائية كأس العالم قطر 2022